موسيقى ازايكم بابا زمان حكالي حكاية صغيرة كده لما كان في الجيش في الستينات كان في الصحراء صحراء السويس زي اغلب اباهتنا قال لي ان هو لاحظ في يوم ان كأن في حجارة صغيرة بتجري على الارض فقرب فاكتشف ان الحجارة الصغيرة دي عبارة عن نمل والنمل ده باني زي شمسية كده صغيرة زي بيت صغير عامل زي الكون زي الارتاز الصغير من حبات الرمل فوق ظهره عشان يحمي نفسه من الحرارة الشديدة بتاعت السحرة فطبعا بابا مش هيسيب النمل الوحد ويعني مش هيسيب اي نملة في حالها فبسباعوا خبط النملة وقع البيت الصغير دوامن على ظهرها بيقولي لاحظت ان هي بسرعة 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 البيت ده تاني بيتكون وبتحاول تمشي قالي ضربتها تاني ووقعته تاني وفضل يعاكس في النملة ويهدلها الشمسية الصغيرة بتاعتها مرة ورا مرة مرة ورا مرة بيقول يعني ده قت جدا ايه ده يعني هي النملة دي ما بتحمدش ابدا ما بتيقاسش ابدا وفضل يعني يعافر معاها يهدلها البيت الصغير بتاعها وهي ترجع تبنيه وترجع تحاول تهرب قلتنو طبقوا بعدين قالي وبعدين زهقت طبعا بس قالي كلمة حلوة قوي قالي زهقت طبعا وما قدرتش اهزم النملة يعني الكلمة دي خليتني افكر في ازاي ان احنا احيانا بنبقى انهزاميين ان احنا بنقابل تحدي ما بنقع في مشكلة ما وفجأة بيسيطر علينا اليأس والاحباط وننهزم ننهزم مش احنا مش عشان ان احنا فقدنا كل قوتنا او عشان خسرنا بجد لا ننهزم عشان احنا نهزمنا من جوه الاول انكسرنا من جوه الاول اوعى ابدا واوعى ابدا تسمحي لأي شخص او تسمح لأي ظروف ان هي تكسرك من جوه ممكن تخسر فلوس ممكن تخسر منصب ممكن تخسر بني ادم ممكن تخسر اي حاجة في الدنيا لكن مفيش اي ظرف مفيش اي موقف مفيش اي مشكلة مفيش اي تحدي يقدر يكسرك انت من جوه ترجمة نانسي قنقر مفيش اي ترجمة نانسي قنقر مفيش اي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر